وما بين الود والعتاب والتحذير احتفظ الرئيسان الأمريكي والصيني بمساحة من العقلانية في أول لقاء افتراض بينهما توافق أبان عنه جو بايدن حينما ظهر من غرفة روزفيلت بالبيت الأبيض وإلى جانبه وزير خارجيته داعي ينبيكين إلى العمل لضمان ما أسماه الحماية الكافية لتفادي انحراف المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم للصراع والمواجهة يبدو لي أن مسؤوليتنا كقادة للسن والولايات المتحدة هي ضمن ولا تنحرف المنافسة بين بلدين إلى صراع سواء أكان مقصود أو غير مقصود فقط مجرد منافسة مباشرة ينبغي أن نعمل على إنشاء بعض حواجز الحماية حتى لا تنحرف المنافسة بين البلدين إلى صراع ولنكن واضحين وصديقين عندما نختلف ونعمل معا حيث تتقطع اهتماماتنا شي جي بينغ الذي ظهر ومن حوله مدير الحزب الشيوعي لم يكن أقل من بايدن في الاستطراء حين استقبله بالصديق القديم مع الدعوة لعلاقات سلمية مع الولايات المتحدة الأمريكية كضرورة لحماية بيئية دولية مستقرة يتعين على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما والتعايش في سلام والسعي إلى التعاون المربح للجانبين مستعدون للعمل مع الرئيس بايدن لبناء توافق واتخاذ خطوات فعالة لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى الأمام في اتجاه إيجابي بناء التوافق شعار رفع عاليا في ختام القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم رغم أجواء التوتر والتباين التي أحاطت بالقمة الافتراضية بشأن الملفات السياسية والحقوقية بين بيكين وواشنطن في لقاء انتهى بالود دون قرارات